اللهم صلي وسلم على نبينا محمد فعلاقالي وحلى صاحبه اجمعين زي ما احنا شايفين كده عاملين النهاردة كنافة بالجبنة موتزاريلا حاجة خاطيرة شكلها يفتح النفس بصراحة وطعمها كمان كان حلو جدا زي ما احنا شايفين كده مشاء الله تبارك الله عزا اقولك لما تبقى عاملة كنافة بالجبنة باي نوع جبنة موتزاريلا عكاوي لازم تقدميه حبيبتي كده وهي صخنة عشان تستمتعي بقى بمطة الجبنة والطعم الخطير الكنافة لما بتكون بحشوة الجبنة وينزل عليها كده الشيرة او الشربات بتاع الكنافة اللي هو بقى بالسكر والليمون والحاجات اللي احنا بنعملها دي بيديكي تيست حلوة قوي الحامض مع الحلو ومع الحادق رهيب رهيب بصراحة طعمها حلو بس نصحتي اعمليه كمية كده على القد علشان تبقى طازة طازة تعالي هنا هنعمل الشيرة الشيرة هنا هتبقى السكر قد المياه لازم ما تحطي سكر تحطي نفس الكمية مياه كبايتين سكر كبايتين مياه كباية ونص سكر كباية ونص مياه هنرفعهم على النار يقدوا كده لمدة عشر دايق بعدها ندي عصرة الليمون ونسيبها كمان خمس دقايق بقى كده ايه الشيرة على النار خمساشر دقايق عشر دقايق قبل عصرة الليمونة وخمس دقايق بعد عصرة الليمونة تمام كده آآ الفانيليا هنحطها بعد ما ندفي على الشيرة وندفي البوتاجاز وخلاص خلصنا الشيرة دي هبقى ايه الفانيليا علشان يبقى ريحة الفانيليا حلوة كده وما تروحش منك معايا هنا بقولك الجبنة الموزاريلا علشان انهحش الكنافة بتاعتي بالجبنة الموزاريلا بما ان هي خلاص الحمد الله كانت موجودة في التلاجة فليبقى استنى لما روح هشتري جبنة عكاوي ولسه لازم هنقعها من بالليل علشان فيها نسبة ملوحة عالية جدا وان انا اتأكد خلاص ان هي كده بقى التمام وهعمل بقى الكنافة هتكون خلاص ملياش نفس ان انا اعمل الكنافة اصلا فقلت خلاص بما ان الجبنة الموزاريلا عندي في التلاجة خلاص هي اللي خليني اعملها كده لان انا ايه بفكر وقرر وروح شغال على طول الكنافة عندي كانت في الفريزر فطلعتها وفات في التهب ايدي ما خدتش مني اي مجهود عايز اقول لك لكبة ولا اي حاجة خالص اشتغل بايدك ما تعتمدش على الحاجات الكتير دي اللي بتقعد تساعدك في المطبخ اه هي بتساعدك بس بما ان انت تقدر تنجيزي كل ده بايدك خلاص مفيش مشكلة آآ هتعملي بقى كركبة كتيرة على ايه مش محتاج دي كلها صانية كنافة بالصانية كنافة تمام كده هفرت بقى الطبقة الاولى كويس جدا وبعدين هضغط عليها برضو بايده ممكن عادي خلاص تستعيني بالكباية تستعيني الطبقة مفيش مشكلة لا يا حبيبتان هضغط عليها بايده برضو مش محتاجة اصلا طبقة الجبنة مع بقى لما تحطيها في النص هتلاقيها مسكة الطبقة اللي فوق مع الطبقة اللي تحت من الكنافة وكله تمام وهتطلع متماسكة وحلوة جدا وكانت زي الفل زبطي بس كده الدنيا واضغط عليها كويس وسوي الطاصة بتاعتك زي ما بقولك ما تعمليش كمية كبيرة ولا ايه حاجة خالص يعملي كمية كده ان هي تخلص منك في نفس الوقت اللي انت عملتي فيها يدوب على قد عدد افراده الاسرة او لو هجيلك ضيوف تعملي حسابهم خلاص كده تمام هنديها بقى جبنة من زرلة اديها ما ترحميهاش اهم حاجة عندك الجبنة بس خلي بالك ما تخليش الجبنة تروح مع انك في الحروف بتاعت التوصى لأ علشان ما تنزلش منك في السمنة او الزبطة اللي احنا هنضيفها لسه على الكنافة وتبتدي بقى انها تعمل معاك فقطيع وتتحروق منك وشكلها مش هيبقى ظريف خالص لأ حطيها كده في النص ووزعيها لحد ما توصلي ايه قبل الاطراف كده وقف زي ما انت شايفاني بالظبط كده تمام اديها شوية جبنة حلوين وبعدين اه حطي بقى الكنافة وزبطي برضو الطبقة التانية واضغطي عليهم كويس صلوا على النبي حبيبي لو ما صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى صاحبه اجمعين صلوا على النبي صلتوا على النبي تمام يلا حطولي لايك حطولي لايك كده وشجعوني ما بقتش ادخل اصور لكم كتير في المطبخ لانه انت خلاص بقتوا بتحبوا التصوير برا اكتر من التصوير في المطبخ بس يا جماعة بجد والله انا ببقوا مستمتعة جدا وانا بصور لكم فيديوهات المطبخ انا حبا اصلا يعني انا حب فيديوهات المطبخ انا حب ان انا انقول لكم كل وصفة انا بعملها بس بتحبطوني ما فيش اي تشجيع بالمرة بس ما فيش مشكلة نصور لكم برا شوية ونصور لكم في المطبخ شوية اهم حاجة حبيبي انتو تبقوا مبسوطين وبرضو تساعدونا انه انتو تحطوا لايك انتو مش عارفة بتحسسوني ان انتو هتدفعوا فلوس في اللايك ده حبيبتي اللايك موجود على ايدي كده امين اضغطي اذا الفيديو عجبك اضغطي لايك ما عجبتيش اضغطي ما فيش مشكلة اضغطي لديس لايك ما عندك مشكلة خالص كله تفاعل كله بتحسيب لنا تفاعل معايا هنا بقى زبدة على سمنة معايا زبدة صفرة على سمنة بلدي شايفين السمنة البلدي وهي نصده كده يا سلام اه الكنافة بتاخد مني سمنة كتير او زبدة كتير احنا عارفين ولازم تقتري اصلا السمنة كتير حاوليني الكنافة عشان تتقلي معاك قلي وتطلع معاك حلوة كده وطعمها خطير فبما ان هي بتاخد كتير فقلت خليني بقى ان انا اخلط السمنة على الزبدة لاتنين كده مع بعض هيدوكي برضو تستحيل بقى تمام ما بحبش هدخلها الفرن خالص 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 انا بحب هنا ان انا اعملها على البتاجاز هتطلع مقلية معاك قلي وخطيرة والله العظيم لو جربتي اللي هي على البتاجاز ما هتدخليها الفرن تاني بتدخليها الفرن بتبقى محروقة بتبقى يعني بتتكسر بسرعة ومحروقة ومش حلوة غير ان هي بتعجل منك اصلا بعد ما بتضيفلها الشربات بتاعها لكن شايفة طلعة زي الفل ازاي كده انا قلبتها على الجانب التاني علشان ان انا سويها شايفة طلعة معاك مقلية قلي هي دي هو ده القصد ان هي من الكنافة ان هي تبقى مقلية قلي شايفة كمان نسبة الزبدة حواليها كتير ازاي لازم تكون استمنأ والزبدة كتير حواليها عشان هي تتقلي قلي فيها ما تخليهاش تنشف منك خالص وانتي شغالة فيها وانتي بتسويها ما تخليهاش تنشف منك من السمنة او من الزبدة تمام عايز اقولك كمان حاجة مهمة جدا لما تقلي الكنافة وتتأكد انها خلاص اخدت اللون الحلو اللي انتي حباها من الجنبين امسيكي بقى صف في السمنة اللي عليها دي تماما ما تخليش فيها اي نسبة من الدهون علشان اللي يقول حبيبتي قطع يقول لك تاني مش يقول لك جاتني حموضة لا اللي يقول قطع يقول لك الله ماشاء الله تمام طلع حلوة طلع رهيبة تسلم ايدك ما فيش ما فيش تاني تقول لها خلاص هي خلصت ده كلها يجي من ايه ان انتي هتصفي بقى السمنة علشان تبقى هي خفيفة وطعمها حلو كده شايفين خاطر خاطر احطيتي لايك ولا لسه حطيلي بقى لايك انا بس بتأكد ان انا قطعتها كويس لان انا بصراحة خايفة على الطاصة اصلا من السكينة شايفين عشان كده رجعت واكدت عليها تاني كده انا قلتلك النهاردة كل حاجة تخلي كنافة تطلع معاكي خطيرة وطعمها حلو جدا شايفين الجمال ما شاء الله تبارك الله روعة روعة ما شاء الله شايفين الكنافة دي لها عشاقها يا جماعة والله الكنافة دي لها عشاقها في ناس كده ما بتقدرش تقومها من الحلويات الجميلة اللي ما بتاخدش كمال معانا وقت ومش بتتعبنا خالص وما فيهاش اي افتكاسات وبتطلع حلوة ما شاء الله تبارك الله الكنافة لها عشاقها شايفين عايز اقولك ان هي كانت وحشانة جدا 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 بان فترة كتير ان احنا ما كاناش كنافة ما شاء الله الفة هانا ما هي ما عادش منها حاجة اصلا خلصت كلها يعني في وقت انا ما عملتها اتمنى كده في فيديو النهاردة يكون عجبكم ما تنسونيش حبيبي يحطوا للايك وشير ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كده مني كل بديد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا